وفد الحكومة وميليشيا الحوثي للمشاورات أصلان العاصمة السويدية ستوك هولم بعد ضغوط دولية مكثفة لعقد جولة جديدة من المحادثات الجولة التي ستنطلق غدا الخميس سبق وأن فشل المبعوث الأممي في عقدها في سبتمبر الماضي بسبب تعنت ميليشيا الحوثي لكن هذه المرة يبدو أن الأمم المتحدة والتحالف رضخا لشروط الميليشيا بشأن إخراج بعض قياداتها بينهم شخصيات إيرانية ولبنانية حسب ما تؤكد الحكومة ضمن صفقة إخراج الجرحى إلى مسقط ملف تبادل المختطفين والأسرى يبدو أنه سقف هذه المشاورات وملفها الرئيسي حيث صرح رئيس ملف الأسرى في الوفد الحكومي هادي الهيج ألو تم توقيع اتفاق بين الحكومة والميليشيا يقضي بموافقة الحوثيين على الإفراج عن 1500 إلى 2000 معتقل بينما ستفرج الحكومة عن 1000 إلى 1500 من عناصر الميليشيا وأضاف الهيج أن من بين المعتقلين الذين سيفرج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي ناصر منصور على الصعيد الدولي رحبت واشنطن بالمشاورات المزمعين عقادها غدا في السويد داعية الأطراف إلى الانخراط فيها بشكل صادق في الوقت الذي بذلت فيه دولة الكويت والسويد جهودا دبلوماسية ولوجستية كبيرة بهدف إنجاح هذه الجولة ولا يبدو أن هذه الجولة ستحقق اختراقا يتعلق بإزالة أسباب الحرب في البلد أو تبحث تنازلات لها علاقة بإعادة السلام كما يسوق المسؤولون الأمميون إنما هي صفقات تتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي يراد من خلالها تسويق نجاحات محدودة للقائمين عليها في ظل تجاهل الأزمة الحقيقية الإنقلاب والسيطرة الخارجية